سؤال رفيع ومعلش يعني بايخ شوية أنا آسف أن أنا بسأل يعني بس من حقي أعرف ويريد تقولولنا في كم يوم الجايين لأنه مهم جدا نفهم الحكاية دي صادف أن النهاردة اليوم اللي الوزارة قالت عليه أنه بالكتير النور مش هيتقطع فيه تاني يعني إحنا قالولنا قدامكو لغاية 15 سبتمبر بالكتير بايه بالكتير يعني كان المفروض سبتمبر جانا وفرحناه بو خلاص إنما قالولنا إنه الأسبوع التاني من سبتمبر خلاص مفيش دلوقتي إحنا ملاحظين حاجة في الثلاثة أربعة أيام اللي فاتوا وأرجوكوا عشان أنا بس كل ما قول حاجة يجب عرفت الكلام ده منه أظن اللي أنا حقوله ده حتعرفوه وحضراتكو شايفينه عارفينه بقى لنا الثلاثة أربعة أيام النور ما بيطقطعش في الموعيد اللي تقلنا عليها في أي وقت الأهم إنه بيبقاش يقطع ساعة بقوا ساعتين أنا أنا بقول حاجة حضراتكو مش عارفينها أنا باتكلم للناس اللي بيطقطع عندها النور وأنا منهم النور بيطقطع دلوقتي ساعتين في عز الحر أنا كل اللي أنا طلبه أنا مش طالب حاجة زيادة أنا عايز بس حد يقول لنا إيه الحكاية إيه الموضوع هل انقطاع الكهرباء مستمر يعني مستمر يعني هو مالوش علاقة بإن درجة الحرارة بترتفع بتبقى فوق خمسة وتلاتين وستة من والكلام الجميل ده أو يا جماعة قلوا لنا الحقيقة قلوا لنا على فكرة لسه الموضوع ما تحلش وقدامكو شهري كمان حاجة دايق طبعا بس قلوا لنا إحنا داخلين على مدارس إحنا داخلين على الناس رجعت شغلها تاني إحنا الناس تعرف علشان الناس اللي عندها صنصرات يعرفوا إن النور مش هيرجع بعد ساعة هيرجع بعد ساعتين يعرفوا إن النور ممكن يطع في أي وقت فلو سمحتم أرجوكم أنا ما بطلبش حاجة يعني شوفوا هو إيه آه أنا زي المرة الأولانية بالزبط وعلى فكرة الناس اللي بتهبت زي ما بتهبت دي أنا ملياش دعوا بيه اللي أنا أفهمه اللي أنا أشوفه بعناية اللي أنا أشوفه بعناية بالنسبة لي وبالنسبة المواطنين كثيرين إن النور بقى ساعتين وإنه بقى أي وقت ما بقىش في وقت معين هل في مشكلة مش عيب مش أباحة في مشكلة ما المزوت لسه قولولنا قولولنا يا جماعة يا عمرو يا مصر يا كل البشر إنه النور مش هيرجع تاني زي ما كان مش الشهر ده ولا اللي وراه لا هو النور حيفضل يتعى شويا ما هو جماعة يعني إيه أزمة ما هو الأزمة دي بيبقى ليها ظواهر بيبقى ليها حاجة بيبقى ليها شيء الناس تتحمله نحن نعلم الآن وحضراتكو عارفين الكلام ده إن أنا في أزمة اقتصادية الأزمة الاقتصادية دي ليه أعثار جانبية حضراتكو فاكرين أول يوم حصل في حكاية الكهربا دي أنا قلت لحضراتكو إيه في مشكلة اقتصادية أدت إلى مشكلة الكهربا إحنا ما عندناش حاجة فنية إحنا عندنا محطات كعربة عظيمة مواصلات هيلة كل حاجة بس ما فيش مزوت ودربت مثل إنه زي ما هي ما عندك عربية رولز رويس بس ما عندكش منزين نفس الحكاية هل لسه لم يتوفر قلو أسلوب 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 أنت مش تقدر تخبي عني لأن أنا بكرة النور حيقطع يعني يا أصد إيه تقول لي مثلا إيه إن أنا ممكن أشيل مئة كيلو أرفع أنت أقول بس أنت عايز إنما لما تقولي النور ما بيقطعش لا بيقطع وإحنا كلمنا وزارة الكهربا علشان ما حدش قولي يا عمر ما تجيب مسؤول كلمنا وزارة الكهربا أنا داين بعمل كده بعمل الهومورت بتاعي أنا تلاتين سنة خدمة خلاص فعارف أنا بعمل إيه قالوا لنا لا هو مجلس الوزراء بس اللي حيتكلم أمنا واقتنعنا وعرفنا لو سمحت يا مجلس الوزراء وما تطبطبش علي وما تخففش عني الحكاية قولي يا عمر لو سمحت بصراحة آه بصراحة بكل صراحة إحنا مش هنقدر رجع النور دلوقتي إنه النور ممكن يفضل يقطع ساعتين لإنه المعادة اللي حضرتك اديت هوني وتعهدت به الأمور أصبحت أسوأ ما بقيتش أحسن فهل من الممكن تقول لي عشان خلاص يعني ماشي هذا هو وضعنا هذا هو حدوتتنا فنعمل كده أو تقول لي مثلا لا مثلا آخر ستمبر ماشي حاضر زي ما تقال مثلا أول مرة اللي يوم الأربعة الجاي وانا قلت لحضراتكم مفيش الأربعة الجاي وتقال بعد كده لغاية نص ستمبر احنا وصلنا لغاية نص ستمبر انا بقول لحضراتكم يعني تقديري للأمور أن هذا الأمر لن ينتهي في الكم يوم اللي جايين يعني إذا كان في حد مستني الكم يوم جايين تقديري لا لسه شوية ده تقدير أنا جاهزة كون غلطان وأتمنى أن أنا أكون غلطان وللأسف الجو لسه بايخ يعني مثلا مشان ما النور يقطع الجو لسه بايخ وهو النور مش بس مؤثر على المروحة أو على التكييف لا مؤثر على الأسانسرات مؤثر على التلاجات مؤثر على المدارس مؤثر مؤثر على كل حاجة كل حاجة في حياتنا للأسف أنا مش عارف أنا باتكلم في حاجة كأنني بقول شيء جديد يعني محتاجة الكهرباء فلو سمحتم على فاكرة احنا جدعان قوي الشعب ده جدعى قوي قول لي انه والله في مشكلة تقعك وعلى فاكرة احنا كنا أدب شديد الفتر الفتر انه الساعة كذا بيتقطع ساعة كذا هنا تمام فهمنا وتأقلمنا انما دلوقتي بتدين المعاد عدة والعدد الساعات زادت ويقولون وهنا بقى ايه دي أشاعات وشاعات وشاعات ويقولون وما أكثر ما يقولون يا سيدي انه احتمال يكون هو النور المفروض يقضي على ساعة ساعة وربع وفيه ناس في وزارة الكهرباء ما بترجعوش في معاده بعض المغردين قالوا كده ده البعض ولكن هزي اللي انت بتقوله ده زي الفل والنور مالي البلد لا النور مش مالي البلد والنور بقى بيقطع اكتر من الوقت اللي انتو قلتولنا عليه مجلس النواب بيقولوا انه بيقطع الاخبار بتقول انه بيقطع انا اصلا دلوقت يا جماعة بعندي مشكلة بقيت مضطر ان انا اثبت ان الشمس طلع كل ما اقول حاجة لازم احط الكثير من الاسباتات على اللي انا بقوله احط كثير من الاسباتات على اللي انا بقوله هلنا نطلع بفاصل اعلاني ونرجع تاني فقرة قادمة لسه عندي حكاية